في النهاردة مثلا دراسة بتقول او حقاق كده مزهلة في الموضوع على كل ما يفضلوا الجنسين في الحياة بيقولك ما يعجبني في هذه الدراسة وانا البيانات الجديدة تخبرنا عن الانساق التي كانت موجودة منذ فترة طويلة ولكنها نعلم لكم بالضرورة مدركين لها ولكن طالما تحدث الرجال والنساء بقى سليم مختلفة يعني بيقول كمان ان احنا نقدر نمسك الموضوع من خلال ان احنا نشوف تاريخ الناس كمان وراء عامل ازاي لان في الاخر انت هنقرأ تاريخ ابوك وامك وامك ازاي في الحياة ازاي نقدر نشوف الموضوع بشكل مختلف غير ان احنا نعرف بالزبط انت بتقول ايه بتتكلمه ازاي بتشتري ايه عادة بتتحرك ازاي بخلاف ان احنا عارفين انت بتروح فين وعربيتك ماشي في الزحمة في اي منطقة بالزبط انت واقف فطبعا هذا الادراك الكامل لبياناتك هو في الاخر مفتاح التعامل الاصلي معاك سواء على المستوى الخير او الشر عشان انا ضد نظرية ان كل دي حاجات معمولة عشان نبيعلكوا الجزم الجديدة ونبيع السلع الجديدة ونسيطر عليكم وعلى عقولكم عشان نقدر نعمل جيش من المنهزمين ونرميكم في البحر اللي هو الجو الاوفر اكتنج ده انا ضده ولكن ما اقدرش ابدا انكر ان في حالة من الاستغلال للموضوع ما ينفعش ابدا ان اتجهلها باي شكل من الاشكال طبعا صور البيانات اللي احنا النهاردة بنفكر فيها والحقائق اللي طلعت هنا تخلينا نلخص اللعبة كلها في عشر حاجات كده ايه نقط مهمة نبص عليها اعرفوا تماما انه في الاخر الانسان ده الكتاب اللي بيقول بيحب يطلع بس الحاجة الحلوة عنه يا جماعة ما فيش حد بيحط في الانستجرام الصورة ليه وهو بربور كده زعلان مريل منايم متنفخ في الحمام متغاز بقى هو بيطلع صورك انت بتحط صورك وانت جميل وكذلك سورفي بتاعك وانت بتشتغل وبتحط الستوري بتاعتك انت بتحط اللي انت عايز الناس يتهيقلوا من انت عايش فيه طول الوقت بنت جميلة بتتمشي دايما في مكان لزيز مسافرة سفريات حلوة بتاكل في مطاعم حلوة جميلة هل حياتها الحقيقية كلها كده خلص على فكرة هي بتفضل قعدة معمصة جدا صحية مش طائقة نفسها مش لقية فلوس بتنزل بتاخد الموبايل تنظف العدسة ثم ضربة ستوري جنبي افتت محل تم عاملة حاجة معينة مش بتكلم على الانفلوانسرز العاديين انا بتكلم على في المطلق يعني احنا بندي صورة زهنية اخرى في الاخر للناس وطبعا البيج دايتا البيانات الرهيبة اللي بتجمع عنك في الاخر هي بيقدروا يحللوا من خلالها كمان طبعا في نظرية لازم تعرفوها اللي هي الامريكان دريم الامريكان دريم دي اللي هي الحلم الامريكي اللي هو بيتي عالمي الكلب بتاعي شغل الجميل السبت صهرت السبت الجميلة زاست البيرة اللي بشربها انا كده امريكاني مبسوط بدفع ضرايبي بلدي حلوة عندنا سلاح محدش قدر يضربنا واحنا فلة ومعايا سلاح بتاعي في البيت فانا محمي من كل حاجة في الدنيا هم بدأوا النهاردة بالبيت ديتا كمان يفهموا ايه الولايات اللي بدأوا يحصل فيها فقر شديد من خلال ان هم يتابعوا البيانات بتاعة الضرائب مثلا نهاردة مين اللي بيجوجل على الضرائب مين اللي بيدفع ضرائب الضرائب بتدفع دي مين اللي بيتهرب كم الناس اللي بتتهرب من ضريبة وكم الناس اللي ما بتدفعش كم الناس اللي اللي عندهم قدرة ان هم يقللوا اعمالهم قوي عشان ما يدفعوش كتير كل ما ده بيزيد بيدركوا من قياس النجاح الاصلي للولاية اللي شغالة في امريكا ويعرفوا هل هي فعلا قادرة على الاستمرارية بالشكل ده اللي لازم يحصل تحسين وقلت طبعا في الانك اللي فات انه طبعا برضو بيعرفوا هل الولايات عايزة تنفصل ولا لا الولاية دي عايشة كأنها كل واحد لو واحده ولاية منفصلة تماما ولا مندمجة ومبسوطة من هذا الاتحاد القائم اللي هو يعتبر دولة او قارة كاملة جوة دولة واحدة البيج ديتا كمان يا جماعة لما بنفكر بنجد ان هي مش بس بتوفر لنا المنطقة بتاعت البيانات ان احنا نعرف مزاج الناس لا ده هم بيقولوا كده حالة معينة في البيج ديتا نقصة مسلا النهاردة الانطباعات اللي موجودة ان البيج ديتا بتقرأ ارقام ولكن صنع الكتاب حكى قصة قال لك ان انا جدتي تعرف ساعات اكتر من البيج ديتا عن طريق او فكرة الاستنباط الداخلي كده فبيقول لك النهاردة انا ما كنتش متجاوز وبعدين جدته كل ما تواض معي يا ابني بقى عايز افرح بيك يا حبيبي عايز انا خقق الحلم الامريكي يا روح قلبي وبتاعه فبدأت تزن عليه كتير وبعدين فجأة بدأت توجيهه لبنت معاينة بدأت تقول البنت دي هتكون مناسبة ليه جدا بشكل كبير عايز اميتها في تانكس جيفن وقعدوا وبتاعه وقعدوا يكلمها بعض ولا ان البنت فعلا قريبة جدا من افكاره فلما قعد سأل جدته وقال لها انت عرفت ده من ين بدأ اكتشف ان جدته على مر السنين طبعا هي فيه المرحلة ان هي بتبدأ طبعا بنوتة صغيرة جميلة هلهطة وبعدين بتدخل في مرحلة الشباب فبتبتتفى بعدين تختالب بالشور بعدين قلبها يتكسر وبعدين تتجاوز بعدين تخلف وبالي احفاد ومسئوليات وبتاعه تكبر وتتحول لام كبيرة وبعدين تبقى جدا مهمة جدا وده قد تصير الست في الحياة زي قد تصير الراجل السابت يعني اثناء كل هذه الرحلات الست عملا تجمع بانت زيها زي جوجل بالزبط عملا تعرف بالزبط الحب بيجي منين المسئولية بتيجي منين كسرة القلب بتيجي منين لغاية ما وصلت لمرحلة انها في عمرها التمانيني ولا الخمسة والسبعيني بقت خلاص مدركة تماما ان البيت دي او ما تشوفها دخلا من الباب كده تقول لا تقوله البيت دي تعجبك ودي هتبقى مبسوطة معاك وهتبسطها والدنيا هتبقى زي الفل وقالت له حاجة مهمة جدا قالت له انا عرفت المعلومة دي لانه كل ما يكون فيه يعني كل ما يكون فيه اصدقاء مشتركين ما بين الاتنين بيحبوا بعض ده بيحقق حالة معينة من الانسجام وبيحقق ان الكلام كله اللي حاصل فعلا ما بينهم بيستمر وتفضل العلاقة دي مستمرة بشكل كبير فطبعا اه ده حاجة مهمة بيقول كمان ايه كتاب بيقول انه جوجل مختلف عن اللي خلاق يركب فوق كل انواع الويب سايتس اللي خاصة بالبحث ايه ان هو كله كان بيدور يا مثلا ياهو او بينج او اي حاجة من الحاجات دي كان بيدور على البيانات من خلال كيبورد معين كيوورد معينة يعني مثلا بندور على اه كاتب معين نجيب محفوظ مثلا فاللي كان بيدور كان بيدور على كلمة نجيب محفوظ موجودة فين ومهم حاطط له كل الاجابات اللي موجودة فيها كلمة نجيب محفوظ وخلاص سلام عليكم انت عايز كلمة نجيب محفوظ تفضل عيش جوجل النهاردة بدأ يداء قوي هو انا هجيب لك اي سايت في الموضوع ده فبقى يفرق ما بين السايت اللي بيقول في كلمة مثلا واحد كاتب تعليق بيقول والله انا بحب استاذ نجيب محفوظ قوي وفرق ما بين سايت اسمه نجيب محفوظ دوت كوم فبقى بيصدر لك وبيصدر لك نجيب محفوظ الاول دوت كوم وبعدين ارتكلز على نجيب محفوظه بتاعه وفي الاخر الحاجات اللي مش مهمة وهو ده اهمية الصفحة الاولى لجوجل اللي هي بيحصل بسببها تدافع جامد جدا في دفع الاعلانات عشان اقدر احط مكاني جوه الصفحة الاولى لان اغلب الناس ما بتدس صفحة اتنين خلص ده كوكبي موجود من سنة تمانية وتسعين فضل هذا الاستهداف عن طريق جوجل يعلي الموضوع لغاية ما قدر يقعد كل سيطات البحث في العالم لانه كمان قدر يمسك معين يعني ايه معين يعني اللينكات اللي انت بتدخلها كم واحد من مصر بيدخلها قدي ايه دخلوا وتفعلوا ونجحوا واشتروا حاجات او ما اشتروش او خادوا البيانات او مبسوطين بيها اتنقلت في كام سايت فاذا هزا السايت موصوك فيه ما فيش شك وبتيجي منه طلع فوق الرئيس وطبعا دلوقتي بقى بفلوس يعني عشان حد يقدر يطلع لغاية فوق لا ما بيقاش سهل اما انت قوي زيادة وفعلا بتقدر توفر بيانات مهمة جدا للناس فانت بالفعل بتظهر او ان انت عايز تظهر فبتضطر تزوز بالفلوس علشان الدنيا ممكن تمشي كمان بيقدروا يعرفوا النهاردة كمان برضو العاطل في المجتمع اللي ما بيشتغلش اللي بيدور على وظيفة بيقدر يقيس كم واحد عاطل كم واحد دي يقدر يوجه له اعلانات معينة يبقى عارف كواس قوي انه لينك دين ده طبعا معمول عشان برضو يقدر يدرك بالزبط انت جواك كم بنقادم بيدور على شورج وكم بنقادم لسه معلقة وظيفته ازا انا عرفت كل ده عنك تخيل انا ممكن العبك ازاي اشتركوا في القناة